كان الوكالة بتاعة أشرف صفة الشريفة أولو حددخل الكسة دي طيب كان موجود عندنا يا سيادنا في اتحاد الإزاعة والتلفزيون حاجة اسمها الأمانة العامة لاتحاد الإزاعة والتلفزيون كانت الأمانة العامة لاتحاد الإزاعة والتلفزيون دي لها مجموعة من المهام إحداها استطلاعات الرأي حول البرامج التي تزاع عبر شاشات التلفزيون المصري الأولى والثانية والقنوات المحلية وأيضا الإذاعة المصرية وبترفع هذا الأمر إلى القطاع الاقتصادي فالقطاع الاقتصادي بيبتدي يحدد قيمة الآلانات على البرامج الأكثر مشاهدة أو المسلسلات الأكثر مشاهدة مع نفسه لما انطلق الإعلام الخاص اللي هي القناة الفضائية الخاصة فتح المجال لإنشاء وكالات أعلانية خاص وخاصة من الترخيص بتاع كل قناة بيسمح لها بإنشاء وكالة أعلانية خرج صبيان جداد وده كان بيتزامن أيضا مع وجود قنوات الام بي سي والإي أر تي والقناة الثالثة مشاهدة ام بي سي والإي أر تي والأوربت وقناة الأوربت وروتان بعد كده دغلت قنوات الام بي سي والإي أر تي والأوربت مع افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي وبست من على أرض مصر كانت هذه القنوات فيما سبق بتبس من على القمر الصناعي العربي عرب سات اللي أطلقته جامعة الدول العربية بعد ما مصر أطلقت قناة الأمر بتاعها النايل سات وافتتحت مدينة الإنتاج الإعلامي جاءت هذه القنوات وأخذت مقرات في مدينة الإنتاج الإعلامي وانطلقت على القمر الصناعي المصري نايل سات جاءت بوكلاءها الإعلانية فكان هناك أحد الوكلاء اللبناني كم اختراق الإعلان المصري أولا للسيطرة عليه ثم بعد السيطرة على الإعلان اللي هي الإعلانات المصرية تمت السيطرة على الإعلام المصري الخاص اللي هو القطاع الخاص بينما كانت الحرب غير عادي على التلفزيون المصري وساعد العاملين في التلفزيون المصري هذه الحرب من خلال ترهل هذه المؤسسة العملاقة ومن خلال إن القنوات الخاصة كانت بتدفع فلوس كتير فبقى الجماعة اللي بيشتغلوا في التلفزيون المصري زمائلنا من المعدين والمخرجين والمحررين بيهجرهم التلفزيون المصري بروح يشتغلوا في القنوات الخاصة وطبعا هم بيشتغلوا في الاتنين يروح التلفزيون يوم والقناة الخاصة بقيت لأيام فده طبعا أثر أيضا على قوة التلفزيون المصري